اتارت زيارة المعبوط الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان ديمستورا التي قام بها الأربعاء الماضي لجنوب إفريقيا استجابة لدعوة من حكومتها لمناقشة قضية الصحراء رغم أنها ليست طرفا في النزاع أكثر من علامة استفهام في المغرب حول دواعيها وخلفياتها وفي أول رد الرسمي على الزيارة اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلالة أن المملكة لن تسمح بأن تصبح صحراءه أردنة للمناورة الدبلوماثية لبريتوريا الداعمة للجزائر وعسابة البوليساريو وفي هذا الصدد حضر هشام معتده الخبير في العلاقات الدولية والاستراتيجية من أن احتلال جنوب إفريقيا المفاجئ لمكانتنا في الرؤية السياسية لتدبير ملف الصحراء المغربية من طرف ديمستورا يوحي بتواجد مخطط ما يطبخ من طرف أعداء المغرب لبعترة أوراق التدبير السياسية لهذا النزاع من طرف المنتظم الدولية وأوضح معتده أن هذا التوجه الجديد يستدعي بيان توضيحية واعتدار سياسية والتزام ديبلوماسي من طرف المبعوث الأممي للصحراء لأنه ملذم من طرف الأمم المتحدة بالعمل حصريا مع الأطراف الأربع المعنية في العملية السياسية المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 بما في ذلك القرار 27-03 في الثلاثين أكتوبر الماضي واعتبر المصدر أن لقاء ديمستورا مع مسؤولين لجنوب إفريقيا يعد خرقا سافرا لروح تدبير هذا النزاع المفتعل من طرف الأمم المتحدة ومساثا قاتم بالمنهج الأممي الذي يعاول على توابط المنتظم الدولي في التعاطي مع ملف الثحراء بعيدا عن أي مذايدات ثياثية وتوثيع لرقعة النزاع بشمل فاعلين جدد غير معنيين قانونيا والثياثيا بتاريخ الملف وحيتيات الاستراتيجية بالنسبة لشعوب المنطقة ويرى الخبير في العلاقات الدولية والاستراتيجية أن اللقاء الغير البريء الذي جمع المباوت الأممي للصحراء والجنوب إفريقيين ستكون له تداعيات سياسية وأخرى ديبلوماسية وبعتت بإشارات سلبية ورجعية على الأسلوب الذي ينوي ديمستورا تبنيه من خلال هذا السلوك المجانب للمصاري التاريخية للنزاع الإقليمية وأضاف أن جنوب إفريقيا المعروفة علنا بعدائها السياسي والديبلوماسي للمغرب والداعمة سياسيا وعسكريا وإعلاميا للأطروحة الانفصالية لا يمكن أن تكون أبدا وبأي شكل من الأشكال إضافة إيجابية في هذا الملف ولن يزيد إقحمها في النزاع إلا تعقيدنا للأمور وإفثادنا لروح القضية وأشار معتد إلى أن تحريك البوصل نحو جنوب إفريقيا يضرب في المصداقية المهنية للمبعوث الأممية خاصة بعد معارضة المغرب بشكل صريح لهذا الطرح منذ البداية وإبدائه عدم قبول إليات المناورة مهما كانت دوافعها الثياسية وتدعياتها الدبلوماسية لأنه لا يمكن بلورة أي تصور للعملية الثياسية بإقحام جنوب إفريقيا في هذا الملف بأي شكل من الأشكال ولو من منطلق الثورية أو الرمزية أو الشعارات الثياسية ركزت وسائل الإعلام الفرنسية في الآونة الأخيرة على الطماطم المغربية التي اكتثبت شعبية كبيرة في فرنسا ومع تصدير حوالي 51% من المخزون الإنتاجية إلى فرنسا أصبح المغرب موردا رئيسيا مما يضع الطماطم الفرنسية والإسبانية في موقف صعب وحسب المصادر أدى ذلك إلى دعوة المنتجين الفرنسيين إلى تقييد استراد الطماطم المغربية وينعكز التوتر المتزايد المحيط بالطماطم المغربية في تقارير وسائل الإعلام الفرنسية مثل ما قال لقناة بيف أم تيفي ثلت الضوء على زيادة الواردات بنسبة 40% خلال الثنوات الخمس الماضية وارتفعت واردات المغرب من الطماطم التي استقرت بين عامي 2011 و2017 عند مستوى 300 ألف طن ثنويا إلى أكثر من 425 ألف طن سنة 2022 مما جعل المغرب ثالث أكبر مصدر للطماطم على مستوى العالم فيما تعتبر فرنسا أكبر مششري وهذا التطور لا يفرض ضغوطا على الإسباني في حسب بل على قطاع الطماطم الفرنسية بشكل خاص وتلعب تكاليف إنتاج الطماطم وخاصة تكاليف العمال دورا حاثما في هذه الدينامية ومع انخفاض أجر الثاعة بشكل كبير للعمال في المغرب مقارنة بفرنسا فإن سعر الطماطم المغربية في المتاجر الفرنسية أقل بكثير ويظهر هذا الفرق في الأسعار بشكل خاص على المنتجات مثل الطماطم الكرازية وإلى الجزائر وفي خطوة جديدة تبرز تخبط القرارات داخل الجزائر وبعد أيام قليلة فقط من التراجع عن قرار منع استئناف عملية التوطين للبضائع التي تمر على المونئ المغربية خرجت السلطات الجزائرية مجددا بتوضيح آخر ينفي هذا القرار ويؤكد استمرار العمل بقرارها السابقة وفي بيان الرسم لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية الموجه إلى المدراء العامين للبنوك في البلاد قالت الجمعية أن قرار رفض أي عملية التوطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن المونئ المغربية لا يذال ثاري المفعول ويأتي هذا القرار بعد الوثيقة المتداولة التي أبرزت سماح السلطات الجزائر بالتوطين للبضائع لثيم اللحوم التي تأتي عادة من دول أمريكا اللاتينية وتتوقف بواخرها بمدينة طنجة قبل استئناف الإبحار نحو المونئ الجزائرية كونها لم تأخذ بعاني الاعتبار حقا تدعيات مثل هذا القرار وفي وقت ثابق تراجعت الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية بالجزائر عن قرار وقف عملية استراد البضائع التي تمر عبر المونئ المغربية الذي أفضرته قبل ثلاث أثابيع هذا وتم إذ دار التوجيهات التي نقلتها الجمعية المذكورة مباشرة من قبل وزارة النقل الجزائرية التي دعت في مراثلة لها الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية إلى توجيه مصارحها للمضي في استئناف جميع عمليات استراد المنتجات خاصة تلك القابلة للتلف مثل اللحوم حضر المجلس الأعلى للأمن بدولة القبائل المحتلة من زيارة ثرية قام بها رئيس وركان الجيش الوطني الشعبي الجزائرية سعيد شنغريحا هذا الأسبوع الماضي إلى منطقة القبائل معتبرا أن هذه الخطوة تهدف لتكليف جميع قوات الاحتلال الجزائرية في منطقة القبائل لقيادة موحدة لإرهاب منطقة القبائل وإجبارهم على المنفى وفي أعقاب الكشف الخطير عن أسلحة حربية أعادها جنرالات جزائريون من الحدود الجزائرية المالية لدفنها في منطقة القبائل بهدف نثبها بعد ذلك إلى حركة الماك التي ستتهم بالتواطئ مع الثلطات المالية عقد رئيس أنفاد اجتماعا للمجلس الأعلى لمنطقة القبائل المحتلة المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2024 وقال بيان المجلس الأعلى للأمن بالقبائل إنه سيكون على قوات الاحتلال هاته من بين مهام أخرى تنظيم أعمال إرهابية تثمح لها باعتقال المواطنين أو الناشطين الذين سيتوجه إليهم اللوم معربنا عن إدانة إلهة الخطوة الإجرامية داعين الجزائر العاصمة إلى التخلي عنها علاوة على ذلك تعتبر اللجنة العليا للانتخابات في منطقة القبائل أن الاحتلال العسكرية الجزائرية لشعب القبائل المثالمة والديمقراطية الذي يحب حرية وكرامته أمر غير مبرر داعيا إلى الانتحاب الفوري لجميع الجنود من منطقة القبائل وشدد البيان على أن الحل الثياسي عن طريق الاستفتاء يأتي فقط تحت رعاية الهيئات الدولية وهو الذي من المرجح أن يفصل الجزائر عن منطقة القبائل المحتلة منبهن الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات مكافحة الإرهاب ووثيل الإعلام في جميع أنحاء العالم إلى أن أي عمل عنيف قد سؤده الجزائر رد حركة الماكة لا يمكن أن يكون إلا من عمل الأجهزة الجزائرية وطالب المجلس الأعلى في منطقة القبائل بالإفراج الفوري والغير المشروطة عن جميع الثجناء السياسيين في منطقة القبائل المحتلة كما يدعو جميع الثكون منطقة القبائل إلى توخي اليقض والبقاء متحدين خلف حامل لوائهم حركة تقرير مصير منطقة القبائل التي يرأث وأنثاد حكومة القبائل المؤقتة في المنفى تحت قيادة الرئيس فرحة ماني وإلى الثعودية حيث انطلقت أعمال للشماع التنائي لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامية العثكري لمحاربة الإرهاب بمشاركة الدول الأعضاء في التحالف من بينها المغرب وشارك من المغرب في الاشتماع الذي انطلق يوم أمس الثبت عبداللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطنية وتم خلال الاشتماع الذي ترأثه الأمير خالد بن ثلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف عرض منهجية عمل التحالف وأبرز إنجازاته ومبادراته التي يعمل عليها والمعنية بمجالات عمل التحالف الإسلامية وهي الفكري والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العثكرية كما تمت مناقشة أهداف هذه المبادرات ودورية في خدمة الدول الأعضاء في كل ما من شأن محاربة الإرهاب ونبد العنف والتطرف ويضم التحالف تحت مضلة 42 دولة عضو وثلاث دول داعمة حيث تعمل الدول الأعضاء بشكل جماعي من خلال ممثليها على إطلاق مبادرات التحالف التي تغطي مجالات عمله وأكد الأمير خالد في كلمة الافتتاحية أن تواجد وزراء الدفاع بدول التحالف الإسلامية هو امتداد للاجتماع الأول الذي عقد في بداية الإعلان عن هذا التحالف والذي تم الاتفاق فيه على الأطر والأسس لانطلاقه والالتذامه بتثخير كافة الجهود لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف لما يشكلانه من خطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأضاف أن المهمة عظيمة والتطلعات كبيرة وتتطلب تضافر الجهود والتكامل والتعاون والشراكة مع مختلف دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية وفي ختام كلمته أعلن وزير الدفاع السعودي عن دعم بلاده للصندوق تمويل المبادرات بالتحالف الإسلامية بمبلغ 100 مليون ريال بالإضافة إلى دعمه 46 برنامجا تدريبيا ضمن مجالات عمل التحالف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر